اشتركوا في القناة محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين روى شيخنا الصدوق رحمة الله عليه بإسناده عن أحد رجاله محمد بن إبراهيم بن إسحاق عن ابن عقدة وهو أحمد ابن محمد ابن سعيد الهمداني المعروف عن بني فضال الابن ثم الاب علي ابن الحسن ابن علي ابن فضال عن أبي الحسن ابن علي ابن فضال قال سمعت ابن حسن الرضا عليه الصلاة والسلام يحدث عن الكاظم عن الصادق عن الباقر عن زين العابدين عن سيد الشهداء الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه عن سيد أو صياء علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام قال خطبنا ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وآله وظاهر هذه الخطبة أنها قبل دخول شهر رمضان يعني على المشارف كما في هذه الأيام والله العالم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أيها الناس إنه قد أقبال أقبل تحتمل المعنيين لكن الأقرب يعني على المشارف أقبل تحتمل أنه دخل شهر رمضان وأقبل تحتمل أنه على المشارف يعني بعد يومين ثلاثة بعد أقبل علينا شهر رمضان إنه قد أقبل إلينا شهر الله بالبركة والرحمة شو شو لاحظوا هذه التعابير بالبركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله هذا المقطع وهذه الخطبة هي من الخطب الهام جدا في هذا المقام التي تضع للمؤمن برنامجا مفصلا لشهر رمضان لو أراد المؤمن أن يضع لنفسه أجند لهذا الشهر من أول يوم إلى آخر يوم كيف يتعامل كيف يتكلم كيف يتصرف كيف يصاحب الناس كيف يتعامل مع الأقربين كيف يتعامل مع عامة الناس كيف يتعامل مع الله عز وجل كيف يتعامل مع عقائده كيف يتعامل مع القرآن وغير ذلك لو أراد الإنسان أن يضع لنفسه هذه الأجندة هذه الخطبة هي من الخطب المفصلة التي تعين الإنسان وتضع له لمسات هامة لتلك الأجندة وذلك البرنامج معناها أن الإنسان ينبغي أن يتهيأ قبل أن يدخل هذا الشهر يتهيأ أنا واضح عندنا في الروايات كثير من الأعمال العظيمة يحتاج الإنسان فيها إلى تهيأ لا يدخل مرة واحدة هكذا وإنما يهيئ نفسه لاحظوا مثلاً المسجد إذا أراد أن يدخل الإنسان المسجد يابد أن يتهيأ مكة المكرمة أو منطقة الحرم إذا واحد في البداية أراد أن يدخل منطقة الحرم له التنعيم والجعران ونمر هذا المحيط شميسي إذا أراد أن يدخل منطقة الحرم لا بد أن يتهيأ ثم إذا أراد أن يدخل مكة لا بد أن يتهيأ ثم إذا أراد أن يدخل الكعبة لا بد أن يتهيأ كل ذلك له مهيئات ولهذا يستحب للإنسان الله يرزقنا وإياكم حجبيته الحرام في عامنا هذا وفي كل عام يستحب للإنسان أولا في الميقات يغتسل غسل الإحرام إذا وصل إلى منطقة الحرم ليس المسجد الحرام منطقة الحرم يعني عند التنعيم والجعران يغتسل إذا أراد أن يدخل مكة يغتسل شوف ثلاثة أغسال وإذا أراد أن يدخل الكعبة يغتسل أربعة أغسال غسل وراء غسل غسل وراء غسل هذه شو ندخل كله تهيأ طبعا في الروايات عندنا لو أن الإنسان ما استطاع أن يغتسل عند منطقة الحرم وما استطاع أن يغتسل على مشارف مكة كما هو الآن شوي صعب يعني هذا الموضوع في الروايات عندنا بإمكانه أن يجمع الأغسال كاملة في غسل واحد في البيت يعني إذا وصل البيت يغتسل غسلا واحدا عن الجميع ويكفيه ذلك كافي بالنسبة له في الروايات عندنا هذا وارد بس هذا أقول كل شنو كل هذا التهيأ إذا الإنسان أراد أن يدخل إلى أمور أماكن خاصة أزمنة خاصة لازم يتهيأ شوف حتى عندنا نحن خارطة الحج كلها مهيئات وسبق أن تكلمت في رواية مفصلة واردة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن هذا الموضوع خارطة الحج كلها مهيئات الوقوف بعرفة مهيئ في الروايات عندنا بس الروايات عندنا مو معناها مهيئ لا سبق أن شرحتها وذا خارج محل البحثي الآن يقف في عرفة كل تهيئ بعدين وقوفه بمزدلفة في الروايات عندنا هذا وقوف بالباب مثل الذي يقف بالباب يطرق الباب هكذا حتى يفتح له ولهذا لابد أن لا يتجاوز هذه المنطقة إذا أراد أن يذهب إلى منا لابد أن يقف ويطرق الباب هذه كلها مهيئات ثم إذا مضى إلى منا ثلاثة أعمال فيها مهيئات حتى الإنسان يتطهر يرمي هذا مهيئ يذبح هذا مهيئ يذبح الهد يعني يقصر هذا مهيئ كل هذا مهيئات لماذا كل هذا مهيئات لمركز الحج وهو المضي إلى بيت الله الحرام للإتيان بطواف الحج وركعته كل هذا مهيئات لهذا كل يعني لا يطوف الإنسان طواف الحج ويصلي الركعتين ثم يسعى يعني يأتي بأعمال الحج إلا وهو خالص مخلص مخلص يدخل إلى بيت الله الحرام بها الطهارة ثم يرفع كفين نحو السماء ويدعوه أما مو مرة وحدها هكذا يدخل بلا تهيئ لابد أن يتهيئ شهر رمضان الله سبحانه وتعالى جعل له شهرين يهيئان له شهران يهيئان لشهر رمضان هذا يعني لاحظوا لما نقرأ الروايات المتعلقة برجب شقد روايات عظيمة كل ليلة فيها صلاة كل يوم فيه دعا عندنا ثلاثين صلاة إحنا ثلاثين صلاة في كل ليلة هذا غير صلوات النهار غير الصيام غير الأدعية غير أنه شهر الاستغفار يحتاج يعني الإنسان إلى مرحلة حتى يطهر هناك يطهر كأن رجب مثل الغسل أشياء علقت بالإنسان ما يصير مرة وحدة يروح يقبل على الله في شهر الله شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله يعني الإنسان بصير ضيف عند الله يروح ضيف عند الله بهالشكل بثياب وصخة بنفسي وصخة مثلا لا لا ولهذا الإمام الرضى في الرواية للإخوة حتى اليوم يعني أرسله في الواتس أب كثيرا وهي رواية جدا مهمة وزين سوي اللي أرسله هالرسالة وهي الرواية المتعلقة بآخر جمعة من شعبان ها لكثير من الأصدقان اليوم همره أصلت منهم هالرسالة وهي رسالة جدا مهمة هي رسالة الإمام الرضى عليه الصلاة والسلام إلى شيعته إلى المؤمنين عبرها بالصلت الهروي إنه إحنا في آخر شهر من شعبان استعد وتزود ليش لشهر رمضان تزود لشهر رمضان إذا كانت هناك تبعات للمؤمنين وغير المؤمنين تخلص منها إذا كان هناك حقد إنزعه من قلبك إذا كان هناك ذنب تطهر منه أكثر من الدعاء أكثر من الاستغفار الإمام يقول لي يقول لي حتى تدخل إلى شهر الله مخلص تدخل إلى شهر الله مخلص وأظن أن القراءة صحيحة لها كذا مخلص مصيغة اسم المفعول يعني الله سبحانه وتعالى يضفي عليك الإخلاص هناك والنظافة آنئذن تدخل إلى الله عز وجل في هذا الشهر ضيفا ليش؟ هذا شهر عظيم الله سبحانه وتعالى يقول كما في النبي يقول في هذا الأمر عن الله عز وجل إنه شهر أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله لاحظوا بالبركة لكن لاحظوا شنو بعد البركة الرحمة البركة يعني الخيرات والنعم شهر رمضان مليء بالخيرات والنعم لكن ترى مو كل خيرات تكون نعم تكون في سياق الرحمة الله سبحانه وتعالى قد يعطي الإنسان نعم لكن اختبار وانتحان قد يعطيه نعم لكن استدراج يستدرجه ها؟ لأن الله سبحانه وتعالى ترهم يمكر بالنسبة لمن يمكر ويمكر الله عبر أي طريق عبر الاستدراج إذا العبد يريد الإنسان أراد أن يستدرج عباد الله ويمكر بهم الله سبحانه وتعالى يمكر به لأن الله يحب عباده فقد يصير في استدراج ولهدف الرواية عندنا اللهم لا تمكر بنا ولا تستدرجنا ولا تخدعنا في دعاء أبي حمزة الثمالي اللي نقرأ في شهر رمضان في خاتمته صحيح؟ زين بركة نعم لكنها ليست استدراج ليست في سياق النقمة والعذاب وليست حتى في سياق الاختبار والامتحان وإنما نعم وخيرات وبركات في سياق الرحمة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى أعطانا وحف هذا العطاء برحمته لا في استدراج لا في عذاب لا في اختبار يعني نعم صافية هكذا يتنعم بها الإنسان أضف إلى ذلك الرحمة تشمل المغفرة والعفوها لكن أكو تأكيد أيضا على العفو والمغفرة أنه ترى مو فقط رحمة بلا مغفرة ترى هم رحمة وهم مغفرة مغفرة يعني شنو إذا كانت هناك ذنوب عند الإنسان هنا الله سبحانه وتعالى سيغفر له مع أنه أعطاه من الخيرات والبركات والنعم سيغفر له ما مضى ولو ارتكب ذنبا في شهر رمضان فالمغفرة ما زالت قائمة صور هذا العطاء الإله العظيم الذي ينتظرنا في هذه الأيام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وسائر المؤمنين والمؤمنات لبلوغ هذا الشهر الفضيل وأن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه وأن لا يجعله آخر العهد منا وأن يرزقنا العود ثم العود ثم العود ونحن في أتم صحة وعافية وأن يشرك موتانا خصوصا من الذين رحلوا في هذه الأيام الأخيرة وما وفقوا لمثل هذه الأيام أن يشركهم وإيانا في ثواب أعمالنا إنه ولي التوفيق وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر